السلام عليكم ورحمة الله لماذا يكره اليهود جبريل عليه السلام كيف عرفنا أن اليهود يكرهون جبريل عليه السلام من حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كهذه الرواية أمامنا في مجمع الزوائد قال الهيثمي بأن رجال روايتيها ثقات وجاء فيها بأن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يأتيه بالخبر أي الوحي فقال جبريل عليه السلام قالوا جبريل ذلك الذي ينزل بالعذاب والحرب والقتال وهو عدونا والحديث أيضا حسنه الأرنقوط في تخريج مسند أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر أيضا في تخريج مسندي أحمد وفي هذه الأحاديث أن هذا كان سببا في نزول قول الله تبارك وتعالى في البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين أما لماذا يكره اليهود جبريل عليه الصلاة والسلام قال ابن حجر في فتح الباري جبريل أمر يزعم اليهود بأنه أمر باستمرار النبوة فيهم فنقالها لغيرهم وقيل لكونه يطلع على أسرارهم فقال ابن حجر وأصح منهما ما سيأتي بعد قليل لكونه الذي ينزل عليهم بالعذاب ثم ساق الرواية بأنهم قالوا بأن جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالحرب والقتل والعذاب وهذا موافق للرواية التي قرأناها في بداية الكلام في مجمع الزوائد طيب إذا كان اليهود أهل تقوى وأهل إيمان لماذا يخشون أن ينزل عليهم جبريل بالعذاب فإنما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالعذاب والحرب والقتل كما زعموا ولكن على من كفر بالله وعلى أعداء الله فهذا يدل إخوتي في الله على أن اليهود يعلمون بأنهم مغضوب عليهم وبأنهم أعداء لله تبارك وتعالى والله أعلم اللهم صلي وسلم وبارك على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وانصر من اتبعه داه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا